لم يخيب صندوق النقد الدولي توقعات الاسواق حيث اعلن في اجتماعه الاخير موافقته على ضم اليوان لسلة عملته لتكون هي العملة الخامسة بجانب الدولار الامريكي واليورو والين والجناهي الاسترليني قرار اعتبرته الاسواق انتصارا كبيرا للدبلوماسية الصينية في فرض نفسها على المجتمع الدولي كامبراطورية اقتصادية عظمى اما على الجانب الاقتصادي فهذا القرار سيمكن اليوان من لعب دور اكبر كعملة احتياط لدى البنوك المركزية بجانب الدولار الامريكي وباقي عملات سلة صندوق النقد لكن في عالم المال والاعمال تبقى السيولة هي الكلمة السحرية والمعيار الاهم والوحيد في الكثير من الاحيان ومن هنا يأتي الجدل الرئيسي بشأن اليوان كعملة احتياط دولية فعلى الرغم من ارسال الصين للعديد من اشارات حسن النية مثل تحرير معدلات فائدتها الاساسية والسماح للعديد من المصارف المركزية والصناديق السيادية الاجنبية بالوصول الى سوقها الداخلية لصرف العملات الى ان بيكين ما زالت تفرد العديد من القيود على تداول عملتها بحرية وخاصة فيما يتعلق بتحويلها للخارج قيود تجعل العديد من المستثمرين والمؤسسات تنظر بعين الشك الى اليوان كعملة احتياطي ولذلك ستبقى الاعين في الاشهر القادمة على الصين واصلاحاتها المالية وذلك لمعرفة مدى جدوى ضم اليوان لسلة عملات صندوق النقد الدولي في اكتوبر 2016